السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من اخواتنا وحبائبنا المشاهدين المتابعين طلب مني ازاي يقدر يشغل الضغط بتاع السيارة يشغله في المنزل عنده احنا كلنا عارفين ان الضغط ده ليه طرف مجب وطرف سالب بتوصلهم على بطارية السيارة وتبدأ تشتغل من خلاله كما احنا شايفين كده اهه تبدأ توصل الاطراف وتبدأ تشغل الضغط كده وتبدأ تشتغل من خلال بطارية السيارة لكن احنا عايزين نشغله في المنزل بدون الحاجة للبطارية نهائية الاول نجرب كده باسم الله اهه شغل اهه شغل زي ما قادرتكم شايفين اهه كده تمام انا بقى عايز الغي موضوع البطارية نهائيا واشغله عندي في المنزل لربما عايز اعمل حاجة اي حاجة عندي في المنزل اقدر اشتغل من خلاله سريعا هنقدر نعملك الفكرة بكل بساطة هنجيب محول زي ده كده 12 فولت ونبدأ نوصله على دائرة التوحيد علشان يخرج لي اطراف موجب وسالب علشان اقدر اشغل المحرك طالما انه شغل بطيار دي سي انا هنا هركب البراج دايود علشان يخرج لي الموجب وسالب طب لو انا عندي محول بيخرج موجب وسالب على طول ينفع ينفع اشتغل عليه مباشرة طب انا عندي محول من اللي هو اللي بتعمل عمولة زي كده او اللي بتلف يدوي وحبيت اركب له دائرة التوحيد او اقدر اخد منه الموجب وسالب ينفع 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 ويبقى تمام هنا هنوصل الاطراف على الاسي وهناخد اطراف الدي سي من الطرفين اللي خارجي يبقى انا هنا اقدر اعملي اقدر اوصل الاطراف دي كده على البراج مباشرة او اقدر اعمل سلك يعني اطول حاجة زي كده اه ايه عندي الطرف الموجب ادي هنوصلو على الطبيعة وعندي الطرف السالب اه سنأخذ الطرف السالب على الطرف السالب سنأخذ الطرف الموجب على الطرف الموجب ونبدأ نوصل المحول في الطيار 220 من خلال الكابلة ونجرب مع بعضها على الطبيعة بسم الله الرحمن الرحيم كده انا وصل في 220 بسم الله الرحمن الرحيم اقوى من البطارية ونجرب مع بعضها ونجرب مع بعضها لكي نرى شغال مع بعضها كده انا جبت الفردة لكي نزودها مع بعضها على الطبيعة ربما يقول لك لا هذا هو كده ايه؟ مش هيزود معاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله موسيقى موسيقى يرد كل إخوتنا وحبيبنا المشاهدين المتابعين يقدروا يساعدونا ويدعمونا في المحتوى الراقي والهادف والمفيد ويعملوا لايك ويشايروا الفيديوات بتاعتنا عندهم ويارد تنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته